استنكر علي باقري حلقايم بأعمال وزارة الخارجية الإيرانية ما سماه صمت بعض الدول الأوروبية إزاء الأعمال الإرهابية التي يرتكبها الكيان الصهيوني وانتهاكه للقانون الدولي ما أدى إلى اشتداد غطرصاته وإجرامه وجاء في بيان للخارجية الإيرانية أن باقري أشاره خلال اتصال مع نظيره النمسوي أليكزاندر شانبرغ إلى أن الجانب الأوروبي أغلق عمليا أن القنوات الدبلوماسية كافة إثر عدم إدانته العدوان الإرهابية الواضحة للكيان الصهيوني على إيران ومنعه مجلس الأمن الدولي من اتخاذ قرار فعال ورادع في هذا الشأن